موسيقى السلام عليكم ورحمة الله طلاب الصف الحادي عشر الخامس العلمي نتابع دروسنا في مادة الكيمياء وننتقل إلى القسم الأخير من درسنا يلي هنحكي فيه عن التسحيح بشكل عام الكيمياء التحليلية تقسم إلى قسمين عنا تحليل نوعي وعنا تحليل كمي التحليل النوعي هو بيحدد ماهية أو نوع مادة مجهولة يعني إذا في عنا مادة مجهولة ما بنعرف شو هي فنستخدم تحليل نوعي لنحدد ماهية هاي المادة النوع الثاني هو التحليل الكمي يعني عنا مادة معروفة شو هي ولكن تركيزها أو كميتها مجهولة فمن أهم طرائق التحليل الكمي يعني تحديد تركيز مادة مجهولة هو التسحيح والتسحيح فيه له كتير أنواع أهمه هو التسحيح يلي بيتم بين حمض وقاعدة فنحن منستفيد من تفاعلات التعادل أو تفاعلات التعديل يعني التفاعلات اللي بتصير بين الحامض والقاعدة مختبرياً لحتى نحدد تركيز حامض مجهولة تركيز من خلال تفاعله مع قاعدة معلومة التركيز أو تحديد تركيز قاعدة مجهولة التركيز من خلال تفاعله مع حامض معلومة التركيز على اعتبار انه التفاعلات دائما بتصير بنسب محددة عملية التصحيح هي عملية من حيث المبدأ بسيطة انبوب مدرج يكون تدريجاته دقيقة يسمى السحاحة وعندنا هون دورك مخروط الشكل يسمى دورك إيرلين ماير عندنا ضمن السحاحة الموجودة هون عندنا المحلول معلوم التركيز يلي حكينا عنه وعندنا ضمن الدورك يوضع حجم محدد من محلول مجهول التركيز فممكن يكون هون عنا حامض معلومة تركيز هون قاعدة مجهولة التركيز هون ممكن يكون عنا قاعدة معلومة التركيز هون ممكن يكون عنا حامض مجهول التركيز فالتركيز هون مجهول ولكن الحجم يجب ان يكون معلوم فهون نحن عنا السحاحة منتهية بصنبور هذا الصنبور فينا من خلاله نتحكم بالكمية الموجودة بالسحاحة يلي لح تنزل إلى دورق أيرلين ماير فمن خلال فتحه بحيث تنزل قطرات منتابع الحجم يلي عم نستهلكه من السحاحة لحتى تمام التفاعل فعند نقطة نهاية التفاعل نغلق الصنبور ومنحدد الحجم يلي استهلكناه للعملية طيب نحن كيف ممكن نحدد نقطة نهاية التفاعل منحدد نقطة نهاية التفاعل من خلال إضافة دليل تذكروا الدرس الماضي حكينا عن الأدلة مثل زهرة الشمس فعند نهاية التفاعل بيتغير اللون ممكن يتغير اللون من أحمر لأصفر أو من عديم اللون إلى لون بنفسجي أو من بنفسجي لعديم اللون المهم نحن موجود عندنا دليل هذا الدليل بيمكنني من تحديد نقطة نهاية التفاعل فخلينا نشوف هون مثال عندنا هون تفاعل الموجود هو تفاعل بين حامض وقاعدة المادة المجهولة تحت عندنا هي حامض والموجود بالسحاحة بالأعلى هو قاعدة وعندنا مشعر الموجود أو الدليل الموجود هو الفينول في تالئين فينول في تالئين يتغير لونه من عديم اللون إلى بنفسجي بالوسط القاعدة فلما بيكون الوسط حامضي بيكون عديم اللون لما بيصير الوسط قاعدة بيصير لون بنفسجي فمنلاحظ عند انقلاب اللون منوقف التفاعل ومنحدد الحجم يلي استهلكناه بالسحاحة مثل ما لنا شايفين فمثل ما لنا شايفين عنا هون بالصورة فعنا هون حامض تركيزه مجهول هون في عنا قاعدة تركيزه معلوم والدليل المستخدم هو فينول في تالئين مثل ما حكينا فينول في تالئين بالوسط الحامضي بيكون عديم اللون عند إجراء التفاعل وإضافة القاعدة للحامض يبدأ الوسط بالتعديل تدريجيا لحتى نوصل لنقطة نكون فيها عدلنا كل الحمض وصار في عنا فائض من القاعدة الفائض بيكون بكميات كتير قليلة ولكن بيصير الوسط قاعدة فبنقلب اللون من عديم اللون إلى اللون البنفسجي اللون المميز لا دليل في نول في تالئين بالوسط القاعدة فخلينا نحل المثال بالصفحة 169 المثال 6-3 عملنا ما هو التركيز المولاري لحامض الهيدروكلوريك إذا علمت أن 36.5 ميلي لتر منه كان لازما للتفاعل مع 40.2 ميلي لتر من محلول هيدروكسيد السوديوم تركيزه 0.236 مولاري طيب خلينا هنا نشوف شوفي عنا معطيات شوفي عنا مجاهل بالمسألة عملنا ما هو التركيز المولاري لمحلول حامض الهيدروكلوريك إذن عنا مولارية حامض الهيدروكلوريك هي المجهولة إذا علمت أن 36.5 ميلي لتر منه فهون عنا حجمه معلوم ودائما عنا الحجوم لازم تكون معلومة بالنسبة للمادة مجهولة التركيز والمعلومة التركيز فعنا هون حجم حامض الهيدروكلوريك هو 36.5 ميلي لتر كان لازما للتفاعل مع 43.2 ميلي لتر من هيدروكسيد الصوديوم فعنا هون لما مشينا التفاعل وشفنا الحجم المستهلك من السحاحة لاحظنا عن نهاية التفاعل أنه استهلكنا 43.2 ميلي لتر من هيدروكسيد الصوديوم فهو هذا حجم هيدروكسيد الصوديوم اللازم للتفاعل وتركيز هيدروكسيد الصوديوم هو 0.236 مولاري لحتى نحل هيك نوع من المسائل لازم نفهم شو التفاعل يصير عنا تفاعل بين حامض الهيدروكلوريك مجهول التركيز وهيدروكسيد الصوديوم معلومة التركيز من المعادلة شايفين التفاعل عم يصير مول لمول عم يتفاعل 1 مول من حامض الهيدروكلوريك مع 1 مول من هيدروكسيد الصوديوم لنحصل على كلوريد الصوديوم والماء يعني تفاول تعديل حامض مع قاعدة عم يعطينا ملح وماء فهنا عندنا 1 مول يكافئ 1 مول لأنه عندنا حامض هيدروكلوريك أحادي الوظيفة الحامضية يعني عنده بروتون واحد بصيغته وهيدروكسيد السوديوم أحادي الوظيفة القاعدية يعني في عنده أي هيدروكسيد واحد بصيغته فمعناتها بالتفاعل عنه عدد مولات حامض هيدروكلوريك التي تتفاعل يساوي عدد مولات هيدروكسيد السوديوم التي تتفاعل ونحن بنعرف أن المولارية M هي N على V هي عدد المولات على الحجم بلتر مثل ما درسنا في الدرس السابق فإذا اعتبرنا أن عدد المولات هو المجهول بيصير عنها N يساوي M على V فإذا طبقنا هذا القانون هنا فنحصل على العلاقة MBV للHCL يساوي MBV BNAOH وهذا هو قانون التسحيح أو هو هذا قانون مسائل التسحيح MBV للمادة المجهولة يساوي MBV للمادة المعلومة مجهولة التركيز ومعلومة التركيز فخلينا نشوف هون عنا بالمسألة عنا حجم HCL معروف تركيزه من جهول حجم هيدروكسيد السوديوم معروف عرفنا من مراقبة تدريجات صحاحة وعنا تركيزه معلوم فحنستخدم القانون فحاطين هون أنه باستخدام قانون التخفيف هو ما له قانون التخفيف هو يشابه قانون التخفيف ولكن من حيث المبدأ هو يختلف فعنا MBV لHCL يساوي MBV لNaOH فM عنا مجهول وعنا V لHCL هو 36.5 عوضنا M لهيدروكسيد السوديوم معروف هو 0.236 فعوضنا وحجم هيدروكسيد السوديوم كمان معروف عوضنا هون ما في داعي نحول من ميلي لتر لالتر المهم يكون في تجانس واحدات يعني إذا كان هون الحجم باللتر المفروض هون باللتر هون بالميلي لتر هون بالميلي لتر فما في مشكلة طالما الواحدة نفسه طيب هون عنا المجهول هو MHCL فهي لحنا نقلع الطرف الثاني لحتصير بالمقام فصار عنا MHCL هو 0.236 ضرب 43.2 على 36.5 وبالحساب هنلاقي انه مولارية HCL هو 0.278 مولاري وهذا هو حل المسئلة عنه ننتقل إلى المثال 6-4 والمثال عم يقول في عملية تسحيح محلول حامض الكبريتيك مع محلول هيدروكسيد السوديوم القياسي وجد أنه 43.2 ميلي لتر بالمحلول تركيزه 0.236 مولاري هيدروكسيد السوديوم يستهلك 36.5 ميلي لتر من محلول الحامض للوصول إلى نقطة نهاية التفاعل كيف يمكن أن نعرف أنه وصلنا إلى نقطة نهاية التفاعل من خلال استخدام دليل برومو في نول الأزرق فبينقلب لونه من اللون الأزرق إلى اللون الأصفر فالسؤال هو ما هي مولارية محلول حامض الكبريتيك H2SO4 طيب خلينا نحاول نفهم المعطيات الموجودة عننا وشو بدون السؤال عملونا في عملية تسحيح محلول حامض الكبريتيك معناته حامض الكبريتيك هو اللي عم يتم تسحيحه معناته هو اللي تركيزه مجهول فهون عم لقلو مجهول مع محلول هيدروكسيد الصوديوم فهيدروكسيد الصوديوم هو اللي تركيزه معلوم فوجده أنه 43.2 ميلي لتر من محلول هيدروكسيد الصوديوم فهذا حجم هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 0.236 مولاري وهذا كمان هو تركيز هيدروكسيد الصوديوم استهلك 36.5 ميلي لتر من محلول الحامض يعني من حامض الكبريتيك معناته هذا هو حجم حامض الكبريتيك فعملونا ما هي مولارية حامض الكبريتيك معناته هي المعطيات اللي عنا حامض الكبريتيك حجمه 36.5 تركيزه مجهول هيدروكسيد الصوديوم حجمه 43.2 هذا الحجم اللي استهلكناه من السحاحة وتركيزه 236 مولاري طيب هون كمان ضروري نفهم التفاعل يلي عم يصير مشان نحسن نحل المسألة عنا حامض الكبريتيك هو H2SO4 فهو ثنائي الوظيفة الحامضية وهي فكرة كتير مهمة وعنا هيدروكسيد الصوديوم هو NaOH فهو أحاضي الوظيفة القاعدية لأنه في عنده آيون هيدروكسيد واحد فهون التفاعل هيصير بنسبة 1 ل2 يعني كل 1 مول من حامض الكبريتيك بحاجة ل2 مول من هيدروكسيد الصوديوم لحتى يتم التفاعل فطالما هون التفاعل عم يصير بنسبة 1 ل2 ففينا من المعادلة نقول أنه هون لكل 1 مول من حامض الكبريتيك في 2 مول من هيدروكسيد الصوديوم وفينا نفسر هذا الحكي على شكل المعادلات التالية عنا عدد مولات هيدروكسيد الصوديوم يساوي 2 ضرب عدد مولات حامض الكبريتيك يعني N لـ NaOH هو 2 بـ N لـ H2SO4 نقلنا لـ 2 للطرف الثاني لحتصير نص فمعناته عدد مولات حامض الكبريتيك هو نص عدد مولات هيدروكسيد الصوديوم واتفقنا أنه عدد المولات هو MbV فمعناته MbV لحامض الكبريتيك هو نص MbV لهيدروكسيد الصوديوم هنعوض عنها فM لحامض الكبريتيك مجهولة وV لقله هي 36.5 النص هون عرفنا من أين أجت النص وعننا هيدروكسيد الصوديوم تركيزه هو 236 بالألف وحجمه هو 43.2 بس عم نعويض تعويض فظل عنا المجهول هون هو M لـ H2SO4 فحننقل هذا المقدار لهذا الطرف هيصير بالمقام فحيصير عنا M H2SO4 هي 236 ضرب 43.2 على 2 هاي الاتنين كانت هون موجودة على شكل نص ضرب 36.5 بالحساب هنأوجد مولارية حامض الكبريتيك ونلاقيه أنه تساوي 0.139 مولاري أو فينا نقول مول على لتر هذا كان كل شي عن التصحيح وهيك نكون هنا الفصل يلي عم ندرسه الفصل السادس بتمنى الأمور تكون واضحة وبالدرس القادم نحن نبدأ بحل مسائل الفصل السلام عليكم ورحمة الله